يحاول الجيش الروسي جذب المتطوعين للقتال في صفوفه عبر نشر شاحنات تجنيد متنقلة في حدائق مركزية بالإضافة إلى عرض رواتب تحفيزية تقدر بـ 3000 دولار شهريا أظهرت حملة التجنيد هذه تحت عنوان الخدمة العسكرية بتعاقد حاجة موسكو لمزيد من المقاتلين المشاركة في العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا بحسب ضابط مسؤول عن إحدى الشاحنات يمكن للروس والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر وستين عاما التقدم للوظيفة اختيار توقيع عقود لمدة ثلاثة أو ستة أشهر مضيفا أن المتقدمين سيخضعون للتدريب قبل المشاركة بالقتال